وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع ناظره الموزنبيقي فليب نيوسي أوضح الرئيس السيسي أن مصر يمكنها تقديم الدعم اللازم والتدريب لمكافحة جرائم الخطف والموضوعات الخاصة بالإرهاب بتنسيق مع دولة موزنبيق كما لفت الرئيس السيسي إلى أن مصر لها تجربة في محاربة الإرهاب من سبعينيات القرن الماضي نحن سعداء موجودنا الآن في زيارات بلدكم الجميلة وتحدثت مع فخامة الرئيس في أثناء المباحثات السنائية على أهمية تطوير العلاقات في مختلف المجالات ويمكن تكون اللجنة المشتركة وسرعة عقدها بعد تشكل قوة دفع كبيرة جدا في التعاون بين البلدين في مختلف المجالات مما فيهم التبادل التجاري والاستثمارات المختلفة وأيضا الموضوعات التي ذكرها فخامة الرئيس من موضوعات البنية الأساسية وتبادل الخبرات والتدريب اللي ممكن لمصر تقدمه لأشقائها في موزنبيق فيما يخص سواء كانت تدريب في مكافحة الجريمة زي جريمة الإختطافة اللي فخامتك تحدثت عنها أو الموضوعات اللي خاصة بالإرهاب وإحنا يمكن تكلمنا فيما يخص الإرهاب على أن دي تجربة اللينا تجربة فيها في مصر منذ السبعينات القرن الماضي وأن هي عبارة عن محصلة جهل وتخلف فقر بينتج عنه شكل من الأشكال التطرف ينتهي إلى استخدام الإرهاب كأداة وبالتالي المقربة العملية ما كانتش فقط المسار اللي مصر كانت بيتمتاجه فيه مكافحة الإرهاب فقط ولكن أيضا البناء والتنمية والتعمير ده كان أحد المحاور اللي إحنا بنتكلم فيها وأيضا تحسين وتصويب الخطاب الديني ده أيضا أمر إحنا تكلمنا فيه ترجمة نانسي قنقر